موسيقى خبر عاجل خلال شهرين سيشهد اقتصاد البلد نهوضاً كبيراً وسينعكس على الوضع المعينشي للسكان انا هل ما تساويش اشرب او تشتربي معي؟ شا بلك تساوي؟ انه متك العادة والله هي كنت بدي اقولك نحنا المتة عن جد لازم نخففها ليه غليانة؟ لك لا امشان اضرارة اضرارة؟ شو اضرارة؟ انتي لا تحط فيها ثلاث ماء على سكر وبتنحل مشكلتك اي والله مو طيبة بلا سكر ما علينا بس انا اريت دراسة علمية بتقول انه المتة بتساعد على الغباء اكتر من يلني انتي فيه اي بس اي جامعة يعني قالت هاي دراسة العلمية اكيد كان بريتشمون يعني مخلوقة بيضلوا حاطين دابم بيداب كاست المتة اللي منشربها ما بعرف من اي جامعة انا اريتها على الفيس بقى عملينها كاستين شاي اخضر مع ارفة وزنجبيل وزنعنا عسل بيكون احسن وكمان هاي دراسة علمية عن الفيسبوك لاكي ودخلك قالوا لك شي انه ساعة تنتين وستة واربعين دقيقة بتزيد فوعده شي لا هاي خالتي بعتتها على جروب الواتساب قالت انه هي الوصفة ممتازة لمقاومة الكورونا اي دخلك انتي وخالتك لاكي بتعرفي شو كمان انا خالتي بعتتها على جروب العيلة بس حاطة انه لازم نضفلها سن التوم وقال منشربها على الريق الصبح وما بتدخل الكورونا البيت بالمرة ولي يا حريق اي ولا ما بتنشرب لا 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 حبي انتي معك انتي بالذات لازم تنشرب لان حسولي شو اهم فوعده انه بتحسن ضخ الدمعة لدماغ فبيتكي بتصيري اسقى وبطبط لي كل ما قرأتيلي كلمة دراسة علمية تصدقي انها دراسة علمية لك شبك ندا هن بيكونوا كاتبين من اي جامعة وحاطين شوية تفاصيل عنها بس انا ما عطول بقرعهم يعني مهم وبالله الجامعات وين بيكونوا ناشرين دراساتهم وابحاثهم ومعلوماتهم الاكيدة على صفحة مدرسة الحياة ولا على الياسمين دمشقي ولا على شو لك مو الحق عليك الحق علي عم تنصحك اختي ما بدك تنتصحي بس على اي لا تطمسخري انه على الاساسية ممكن شغلية بيتعرفة بتفوت عنات بتدور علي لك يا ديما صفحة عن صفحة بتفرق ومصدر عن مصدر بيفرق يعني في صفحات بيكون فيهم مصداقية الى حدا ما يعني بيكون المعلومات اللي بينشروها فيك يا اختي تاخدية بعين الاعتبار بس هؤلاء اللي بتتابعيون انت هنين تبع كل شي حكي بيبالاش كتر منو المشكلة انو العناعم تصدقون تتفاعل معنو تنشر الاخبار اللي يبينزدوها طيب اي وانتي من لهم دك تعرف انو هاي الصفحة موثوقة يعني انتي على اي اساس بتقرري كلو بيكتب تحت صفحاتو انو موثوقة يعني قبل كل شي لازم تشغليلي عقلك وتحاول تقرري ازا هاي المعلومة ممكن تكون صحيحة يا ستي في منهم كتير بيستخدموه للدعاية والاعلان في منهم مشان يجمعوا لايكات وشيرات بعدين تعليقلك ازا كان هذا الحكي مزبوط بنحط رابط للمصدر تبعون واذا الموضور كتير بيهمك بتفتحي وبتشوفي ليش هاد المصدر مو رح يكون عنات اي يعني فيه يكون موزيف على حكيك هلا لك يا شو فقرت انك تشغليه مخيك بدك تتبعيه بجميع مراحل البحث يعني هاد الخبر ازا ما كانت وكالة انباء معروفة او صفحة الجامعة اللي عاملت دراسة بنفسها هي اللي نشر الخبر مبطق بضيشة خوت بقى كل خبر بدي شوفه بدي يفتح مصادره وإلحق الجرائد اللي نشر عنه واخر شي مو ضروري يطلع مصبوط لا منروح مندور على اي حبل عنات ومنصدقه ومننشوره بين الناس يعني ما رح يزدهر اقتصاد البلد ونصلح السقفي اللي عم بيدلوف لا حبيب كده رح يغلى الاجار واحتمال نروح ندور على بيت ارخاص قولي لا تقولي والله ما متفاضين هلا ننتقل ونشرشح ونطشنشط اي خلاص معنات امدور عنات اذا في حل لتصليح الدلف مش يفرد سيليكون ومنصلحه طليك تمسخري ايه بتصدقي انه انا تعلمت صليح شغلات خير الله من ورا فيديوهات حيال التصليح السريعة اهو والفيديوهات هي اللي بتتمسخر عليهم بتقول انه كل حكيون غلط وهي الفيديوهات كلها ممنتجة مستحيل تضبط عقارة الواقع ما شفتيون لا ورجينا المستفاد ايه ورجيكي تعيشو فيه في واحد صار عنده مليار متابع من ورا هالشغلة ورجينا تعلقلك